اشتركوا في القناة ورئيس الوزراء وسمو ولي العهد لروسيا الاتحادية الصديقة وشعبها الكريم دوام التقدم والنماء والازدهار فيما اكد سمحة المفتي ان مجلس شورى المفتيين لروسيا يقدر عاليا جهود مملكة البحرين الداعمة لقيم الخير والتعايش والسلام معربا عن اعتزازهم الكبير بالعلاقات الطيبة المتنامية مع المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وفي سياق متصل ثمن سماحته مضامين الكلمة التي القاها معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة امام قمة قازان الاقتصادية الدولية بين روسيا والعالم الاسلامي التي اقيمت في جمهورية تتارستان الروسية وبهذه المناسبة اهدى معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة سمحة المفتي الروسي جميع اصدارات المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية للاستفادة منها في المكتبة الاسلامية بالمركز الثقافي الاسلامي التابع للادارة الدينية لمسلمي موسكو شكرا